إخوتي أخوتي مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم وشكرا كالعادة للقدمة والجدود الذين ارتحقوا بنا أيتبا ديستما بركاتهون واللون تحية للإنضالية للإخوة الذين ارتحقوا بنا على الفيسبوك إذن موضوع الساعة موجه الإخوان الملكيين داخل وخارج الوطن وخاصة الملكيين الذين في المغرب وهذا الدرس هذا هو تتم الدروس السابقة رجعوا لها باش تعرفوا عليش كنتكلموا إذن الدرس ديال اليوم سنتكلموا على مفهوم الوطنية نعم الوطنية التي عرفها في الفرنسا ويكتبها أخوتهم ويحتمش للحق القديمة إذن مفهوم الوطنية في زمني وعهدي وعصر محمد السادس أميرة عفوا أمير نعم أمير المومنين محمد السادس وعهد الحموشي إذن الوطنية مفهوم فلسافي السياسي وانتروبولوجي سوسيولوجي وبحلقاء المفاهيم كتغير من زمن إلى زمن من عهد إلى عهد من عصر إلى عصر وخاصة من جيل إلى جيل وخاصة كتغير المفهوم هذا ديال الوطنية والشوفينية والحب الوطن والغيرة على الوطن والدفاع على الوطن والموت من الأجل الوطن كتغير على حساب الحاكم الحاكم هو لك يجعلك تحبه لما تحبش الوطن إذن الدرس متاع اليومة وهو الوطنية لقد تغيرت في عهد محمد السادس والحموشي وفؤاد علي الهما دائما تقولها وقد نعودها الفقراء ما قيمشوش معهم الناس في الطريق الفقراء لا يعتمدوا ولا يرجى منهم حتى شيء وزا وما عمر شي مالك مالك ولا رئيس دولا ما عمر شي مدير ديالشي شركة وراجو الأعمال كي يعتمد على الفقراء الفقر لا يحمل فكر والفقر لا يرتقي له أن يفكر ويشرع كيف يعقل أن يعلم ما معنى الوطنية وحب الوطن ومعنى الجبهة الداخلية إذا كانت هناك جبهة داخلية غعبة لأن محمد السادس رجل فقير على المستودي للمفاهيم والإيديولوجيات والطيارات الفكرية والفلسفية وعزت كي يعتمد على وذر حامنا منذ باتا وذر حمنية سوف يوقف الصرح للوحد السلالة جاء ابناء الفقراء في مشارق الأرض ومغاربها كالريشة تتلاعب بها الرياح أي واحد سوف يأتي ويشريهم ويعود يبيعهم إذا هذا المفهوم الفلسفية السياسية الوطنية سوف تبدل لأن أرض للقوم سيهيمنون وينقضون ويتكالبون على السلطة وغير يوقعك بحلي قالوا الكلاسيك في الاقتصاد لاموفيزموني ساش لابون لاموفيزموني ذيكالعوملة الدنيئة الرخيصة تجري على العوملة ديالب الصح بتلعائلة قد تحنيرها وقد تمشي حويتها حويتها وقد تطلع العاهرة ركمشتوها كل شيء يهضر وكل شيء يتكلم والدولة والمؤسسة الدولة يدفع على عاهرة على أي خليها اليوم الحسن ثاني في البلط الشيء القرط الذي يجعله الملوك لأبناء ديالهم هذا من العالمات إذا كتقدرسوا أنتربولوجيا ديال السياسة بل أن هنا هات الصح لانهار إذا يعرفوا البشر وحتى الحيوانات يعرفوا تعلموا علم اليقين بل أن الجبه الداخلية والوطنية تلقن تدرس وتدرس ويعلموها وتتعلم أولا في الأسرة كيف يُعقل في المغرب واحد الأب ولا واحد الأم ستعلم الأبداء حب الوطن وكتشوف ما عندها وطن تخرج من باب دارها بعض المرات موشي من باب دارها منطاقة دارها من الشرجم ولا من نفيدة وكتشوف هذاك تزيري هذاك تونسي هذاك سوري هذاك أفريقا هذاك عينو مزارق هذاك موشي وطن كيف يُعقل واحد الأب تدف واحد الوزارة سيدخل وغاد يلقى الأبناء ديره على الطاولة حيث الحب دير الوطن يتلقن حول المائدة في المغرب عندنا مائدة وهي دائرة ومن تقرأ التاريخ دير المائدة رأيكينا في المغرب الدول الإفريقية كلهم يكلون في الأرض الدول الإفريقية يكلون في الأرض على شيء تبصيل ولا على شيء طمق ولا حط شيء متع اللوح بحل القصرية من تقرأ تاريخ دير المائدة ومتع الأكل ودكشي المائدة دائرة رهام غريبية في إفريقيا برمتها عندنا روز العلوم وكان علم أعرف في أوروبا عندهم لطابل على هذا مين ولا هذا الشو عبر عن اللوحة إلى يومنا هذا أنتوا لا تتكلمون اللغة الفرنسية أبناء الفقر ورجعوا النوع قبل أن يأكلوا الناس يقولوا درسي لطابل الفقر الفقر في أوروبا لطابل لطابل ما يمكن أن يكون تضلوا لطابل في أوروبا ويقوموا بحلقة ويقوموا لطابل ويقوموا لطابل ويقوموا تنسية الهدفة تحديثت على الورال تنسية المشاهدة ويقول لكم تحديث عن المتابل على المتابل المتابل العمل يتحبون على المتابل ورحمة الاجتماع عمان والمتابل فن الفن الحب فن فن حب الوطن إذا من بعد الأسرة المؤسسة لماذا قلنا العاب مثل الوزارة يقولون المستشار وزيرنا في التعليم يقولون يا عبد الحق يقولون يقولون واحد سوري فعمره خمسة وعشرين سنة وهنا الأبناء يقولون هل سنقرأ إلا يجلبوا واحد السوري عندهم الحرب وكيف تعلم هذا في خمسة وعشرين سنة وانا خمسة وعشرين سنة وانا أخذت بيت الشاهدة إذا المؤسسة الأخرى وهو الخدمة الوطنية الخدمة العسكرية تجد انسان تتعلم حب الوطن هذا ليس كبيرا يجب أن يدرب من القرطس لا يبقى أن يتضربون القرطس يوميا من البلدانهم كانوا خارطة قدامهم في التلفزيون وقم في المغاربة في الأسرة الناس يتعلمون حب الوطن لذلك الذي لم يكن لديه أباه يقولون الأسكر هو أباه الدولة هي أباه الذي لم يكن لديه أمه تقرصه تقرصه في الخرزة وتعلم القجل يأتي زويمل لم يكن لديه أمه تقرصه 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 لا تبقى شيء يخاف تقرص المسجد يتعلمون في الناس القيام أخلاقية إلا خدمة الأسكرية لا تبقى شيء يدخل يدخل إنسان يجد يجب الجنرال يبيع الجنرال ويجب الجنرال الأخر يبيع الكراشنيكوف العائلة الكبار لإحاموا على رئيسهم ومن يهبط يجب الكراشنيكوف والكبيتون حمار نسؤول على واحد القشاك يبيع فيها الإنصاز والآخر يبيع الحمش والعدس الذي يجكر الظلم واللهري يشفون العسكر بحالكاك ويبنوا بكيش الوطن لذلك نحب الوطن وواحد ساكر فيلا شرها بالعدسة التي يقصنا ناكله هنا المساجد ما كل حيض المصاحف من المساجد محمد الساديس بظاهير شريفين منها لا يستطيع أن يصلح الظاهير لكي يجعلون منك الوطنية هذا الدرس يقولون الخوانة والملكيين يقولون بأن محمد الساديس هو الرمز للإستقرار والبقاء والإستمرارية السلالة لا يمكن أن يستمر أبناء الشعب وبدون المصداقية وبدون الشفافة والشفافية لا يمكن أن يتعلموا الناس يقلسوا على الأرض وعلى الحسيرة ويقدموا الملكة للعقل لهم هي الكتاب التي تسمى الجامعة والمدارة القرآنية سوف يستمر محمد الساديس بأوامر منه المدرسة سوف يتعلم الإنسان حب الوطن والوطنية ويقرأها في التربية الوطنية ويقرأوا له الدور برلماني ودير المدير المؤسسة رئيس الحكومة أشكريكس بالدستور وكذا وكذا سوف يقرأ التلميذ سوف يقرأ بالليل وبالنهار ويجي يلقى أحد أخينا ويقرأوا في النقاطة حتى يتموكد جبل بغرير للمعلم سوف يقرأ الطالب للجامعة ويقصف الكتوبة ويقرأوا الوطنية والمحية ويقرأوا الوطنية بإمكانها ويقرأوا في الوزارات وقرأوا المحامات ويقرأوا في السياسة ويجلبوا خبر بلإن القضية كتابت برلماني المجتمع الذي يجبه الرشواء والرشواء من الأقصر المجتمع الذي يطيه الرخص من السيارات من الأطاقسيات أو من الأطيران ويطيه شبقة الطرق في المغربة في أوروبا من ناقيب زيال الناس مغي يحبوش الوطن إذن شكولدي مسؤول عن عدم حب الوطن هل يسمى محمد السادس نعم إذن وباشغل تعرفوها بزيان هالشي اللي أعطيتكم مرة هنا داري إذا أردنا أن تستبيقي حيث الوجود وإدراك خاصة منك تكون معلم وكتقري في واحد القسم اللي فيه الكوسلة بحل الشعب المغربي عبارة عن قسم في غير الكوسلة انتوما يا الكوسلة غير دور العام وغير سدي العام وغير تمشيوا وغيرتشمروا مدى الحياة وانتوما غيرتوا قبل من الوقت وانتوما غيرتلا بيكم الهيام وغيرتبكي عليكم البواكي وغيرت البراني وغيرتضربكم بكوت بي في الخرزة ديالكم وهذا آتي لا ريبة فيه وغيرت لعكاري ما تكذبش إذا كلكم اليوم ما كانت الملكيين خرجين لا يشهدهم مائلاكيين ماشون الذين لا يقرروا شيء هذين الذين تلك محاولون هادا موحامي هذا 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 هادا مائلاكيين مازلون يطلبهم من المؤسسات ودولة والبوليس والقضاء بحال للقضاء ناعس وناعس والبوليس انا غير شخص يريد السمياته وقلبه يزعزع من براسطور ورقيء يراودني اي شخص يريد السمياته هناك عله لكل سببين مسببين وهذا نورزين وهذا مثل جزائري والتيزيوزو ما عندوش وطان ما عندوش مكانه حتى فتيزيوزو ديالو مالو غيجيبوه المخابرات المغربية الرموز ديال المجتمعات والأمم والشعوب والدول هي ثلاثة وهي الأرض والسيادة ديال الأرض الأرض مفرقة وهذا كتفرق يدد ما كانوا شيء السيادة مثل أرض ديال المغرب هذه المسؤولية ديال العلويين ولكن شما كان شعب كتحملوا المسؤولية حيث أنا دائما الضحية يتخنوا ربه باش ما بغوا يتخنوا ربه بقى بشع الطرق تنحملوا المسؤولية دائما الضحية عندو ما بينسافرتها 25 في المياه بعد الحالات 50 في المياه المسؤولية إذا المشى الوطن أنتم المسؤولين الملكيين وبوادكم لما قرروا بكم وكين الرايا وكين النشيد الوطني أه أنا لا أكتب بشعليكم ذلك الرايا لم أعلمني ما هزيتها لم أعلمني ما قبلتها أنا في البتدائي فعلينا عبد الله ومدرسة كبيرة وفلوسة للساحة كين واحدة عام وكين هذا وكين الرايا وكيننا كيننا في الشهادة كيننا مجموعة 12 إلى 15 ما كان دخلوش حتى تطلع الرايا وحتكي لك النشيد الوطني إذن أنا ما تسويني لم أحبتش النشيد أنا تربيت هكذا يقولي هذا ما هي النشيد ديالي وهذه كان الرايا ما كان نحتار معها وما كان نعرفها كيننا كيننا 12 إلى 15 الواحد نعم حتى كان اسمي واحد يأتي يأتي بطهر لا يرحمه وش الدباب أو لا لا يقولي ما هي النشيد نحن نرى نحن نعرف حدار الرياض وكيننا نعمل الله حتى يأتي يأتي وكيننا وكيننا يأتي دائما في الرايا يكون هذا الشواء وكيننا يأتي وكيننا يأتي وكيننا يأتي وكيننا 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 يقولون عمرهم وأصبح أصحب المريكان في المدرات عددت في المدرات وكيننا أصبح يجب على الزمان وكيننا الرايا والنشيد ديالها كيمشي في القرب النابي ديال أوروبا ألمانيا ما يقدرش الألماني يجزم البوه يقول النشيد الوطني دياله حرام الرايا إلي اشتوحة صورة ديالها ميركل اللي كيعطيها أحمد عاصيد كمثال أحمد عاصيد غير واحد الشلح من الناس اللي كيضربوا الجبهة الداخلية وتيخدم المقارب بتاع الصهيونيا العالمية غي تصوروا معها شباب وغي تجيب انت هزا الرايا ديال ألمانيا وغي تحيد هاليها اسميتها أمينة السير ميركل تحيدوا ليها ومشي تحطوه وعادتها تغطس وراء قاعد الدول اللي ماتعرفوش مناشيد ديالهم ووراهم شتوهد الكيت بجحب الوطنية وقدش الملك الحاسم محمد السادس اللي هو يا المعدوي دياله يقنع يقرأ يقنع يقنع نحن محافظوش هذا هو الرموز وهذا ما يتعلم هناك مؤسسات دول المؤسسات هذا ما لا يبقى ولا يبقى على مستوى عالمي لأن هذا الذي يتكلم عنهم أخ النوش من طاليا نحن سوف نأتي نبدأ لكم تغابي وبدأ يربح البنية والأسياد والذي يخرج وزير العدل سوف يقول نحن سوف نبدأ هذه الأمة هذه ونحن لا نتكلم ونحن نتكلم ونحن نتكلم ونحن نتكلم ونحن نتكلم باليهود ونحن يخرج والزعرية والحوزية ونحن نتكلم السلطان ما يقول هذه الأمة؟ لا تكلمون لا تكلمون ونحن نتكلم 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 ثلاثة أجيل ثلاثة أجيل بمعنى 75 سنة على حسب العقد اللعنة واللعنة العقد الثامن على بني يهود ما شمعتون؟ هل قاعدة ضربوا فيها كيف يغيروا الشعب بمعنى كيف يشبهون تكون عندكم وطنية وحاكمين المسؤولين يضربوا فيها إذاً تشبهوا المديمي والأستد حاليم لماذا خرجون؟ كان برأحراء عليكم ندروا واحد لغي فليكسيو نتكلمين 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 وتعرفوا من هو العدو العدو ليس هو نورزينو نورزينو غير واحد جزائري توجد دولة الجزائر ليس دولة وسبعين مريار متع تزاير ليس يحركوني شيء ليس لديهم وطن ليس لديهم أرض ليس لديهم غير مشتت ومشيتوا كلكم خارجين وقفة احتجاجية على نورزينو تتعرفوا شو كل يجابوا لكل سببين مسبب تتعرفوا الكنهر ما هي الأشياء الجذور العروق دي الأشياء وإلا ما تحلوش المشكل شو القيمة اللي أعطيته الوعد أخينا منكوح أم لا أعطيته هذا اللاقيت اللي تزد في الحبس اللي هي موة وحفا القادية كانت تكون سهلة ما دم تنتم ملاكيين تحبون الملك كنت تطرحوا السؤال أين هو الملك هو المسؤول على الدستور ايوه لماذا؟ وكيفاش تخلوا نورزينو وتقول لكم على العالم اللي هو الرقص دي الوطن دي الكم الوطنية شكو اللي اشتملكم الملك دي الكم انتم ممكن تقولوا الاستقرار والاستمرار ورار الملك دي الكم وقال فيه الكلام لا يمكن ان نقوله هنا كيفية عقال؟ دخلوا خرج ودخلوا خرج ودخلوا خرج ودخلوا دراع الوطن والوطنية وقدم البرلمان اذا الوطنية المفهومة كان مفهومة بالدل والأجنابي فيه البرلمان ليس احتراج ولا هو الرمز دي الوطن والوطنية والمواطن لماذا أخرجتش انت يا انا استد حليم وتقول انا الرمز دي الوطن والوطنية مزيان بدرتها على اليوتيوب مزيان كدكش مكافيش الوطن الكرامة مزيان مزيان لكش كون لمس لمس الوطن لقد اكلم الوطن وجرح الوطن واغتصب الوطن من اقتصبه واحد انسان هو براسه مغتصب كيف هو عقال واحد انسان ضحية هو نرزينه و كي تاجر بالعرض دي الوطن و خرج وقالها ها هو عادة ما تقول بحق الهضرة هذي وعادوا ما شمك حلبين ومسوك باه وذلك شيء كي تقول لي هو الخشم ليسا بيه خشم الدول العربية كلها تنود ومزع زعني شاي حتى كان عارف من هو العدو دي الى هو هذك اللي ادام انتخبتش عليها ماذا يدخلوا ويدخلوا ويدخلوا المركز دي الشرطة القضائية وتحيح عليهم وكل مالك تقولهم اتقبطوه ايبات عندكم وغدا تجيبوه لي ويدخلوا الناس من الاعلى عليين من تدخل بالفعل انه الملك اللي لم تستفهموا الملكيين ارى ارى كي لواحد لقد يخصكم تعرفوها انتوما كتجنبوا كتحاولوا ما امكن هذي استراتيجية عندكم هذي نظرية من نظرياته السراع ولكن راهها غلطة كتجنبوا ما امكن المواجهة مع المؤسسات ومع الادارة ارى هذه المؤسسات والادارة راه تلحكم في السجن واحد تلو الاخر راه تلحكم للسجن بطريقة او باخرى المديمي راه ترجع للسجن انت بوليسي ولا عسكري وباق عسكري وجدك عسكري ومشيتي للسجن ارى كم غادين للسجن عاجلا ولا سير ارى انما عرفتوا شي من هو العدو شكلك يجر الخيوط ارى انك انتو مياه هما الزبد والعسل واللبن دي المجتمع خايفين انتو مقرتو انتو مخايفين اش غيدير ذاك الدريم سكين لي مقراش ارى كم مني خرجتو انتو مخايفين انا كنت عاطف معاكم وكنت فهموا الوضعية ديالكم ولكن ممكنش يكون بلاستكم اه قد دينو فرويوسكو قد دينو فرويوسكو باش تكونوا انتو بضحايا يكجانو ورزينو ومشانو ورزينو قولي عليكم العشرة فستر كون دراف الدال بيدا قولوا بيدا ومشوهم على الويداد والراجا كون ديرو هفاش نقولوا فاغل الحفاري وكدر سوقنار بعيد الغرب والغير في الامر وهو ان البوليس ديرو خدمة ديرهم ماذا؟ رقديم مش متع البوليسي ولا الجدارمي ولا القاضي ولا وكيل المالك قوة اكتر منهم ايه 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 كان لديه السلطة أو مقبول لديه أمير المؤمنين المغرب غادي قامت واحد له تروت ما كانت الدنيا البار ماذا؟ الموضوع الجاي سوف نديره على ثلاثة وراتين يفسدون في إمارة المؤمنين تتمتع الجزائريين يفسدون في المغرب وهذا بالرلا الوفاق والاتفاق والموافقة والقبول والرضا لديه جلالة الملك أميرة المؤمنين المعارضين هذو هذي الناس هذو بحث زكريا المؤمنين ماذا؟ بحث الحجيب هذه عراس ماذا؟ 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 الفول من الظالمان هي الإسبانية هنا يكتjä يدعو لد Aspania وعيش في بلجيكا وقلسوا على القرعة من ناحية الإنسانية ومن ناحية القيم الأخلاقية والإسلامية والثقافية والجغرافية نحن نخوز هل يجوز؟ واش تقبلوها لريوسكم؟ لا إذن لا تسترتوا على هذا الدليم هذا كيف تنصف ؟ أتحدث لك نصفات من العدلة لأنك العدلة لا تنصف عنها اي عراش أريد أن تبرع وتنصف بلادها وتبعين بهالي والديمقراطية حتى السمع لا تقبله بالديمقراطية سوف تقبله في السمع ومن عدلة Kadimis من عدلة طاحت اليونان العدلة مشات العغرق العدلة أي حاجة إذا ما كانت العدلة مشات إذن هذا الخراب هذا متعادل بلكي والشولة للي تبقى تبغيوا رنتو ما مشاركين في الخراب ديالها أنا رمزيالي أنا عندي معارب أنا الأرض باقي نحكمها أنا غير كننصحكم وتنقول لكم إني إنكم لنصح الأمن وكندي لكم شوي الماركيتينج تنبيع راسي بمعنى أنا آتين لا ريبة فيها لأنكم شتو جمح جابو لكم تاتمتع جمحات ثلاثة وان تو تري الله لو وطن المالك جهراش واحد زاد في الحبس واحد ما عندوش وطن إذا أنتم ما يا اللي كتسلوا وانتم ما يا الشيوخ والآئمة وانتم ما المغربة كاملين هدزوا محل جزائري جاء ووقفوا قداما البرلمان وكيدا فعل الملك ديركم وعل الملكيه وعل الحموشي وهو جزائري وتقول أنا بلعنى هو جزائري شتيه ولكن في الوقت اللي كيمس بولو وكيرضع وكيلعب بيه وكيحشيه لا ما بخير جزائري ولا مثلي مغربي شتيكتي شوه فيكم العالم كبير ما كيشوفوا هز حاشيه وكيدور عليه وفوقو كمغربي شتول وشتوه عش ما تنقشوه عش عش ما ترسلو شي اليوتيوب تقولوا هاي هذاكلي في البرطي موشي مغربي رجزائري علاش دخلوا خرج وكتعرفوا وقع قراتوا القانون وفي المتوفر المجتمع المدني وكتضربوا على حقوق الإنسان وحقوق القط وكتعرفوا بلأنه باش يخد اللجوء السياسي ديالو حيث متهاد فين؟ في المغرب والمغرب رماشي بلاده علاش أصلا هذك المنفل حد ما بني على باطل فهو باطل هذك المنفل فارغ أصلا علاش ما تقدش تدخلوا الكمبيوتر وتصفتوا لوزارة الداخلية والخارجية ووزارة العدل ديال اسبانيا وتقولون هاي هذا رمو شي منا وممطاتش عندنا أرى الملك ديانا حتى هو شتي هذا المثال وضرب لهم متالا لأنهم هذك لا يعقلون وذكروهم زايد ادخلوا وخرجوا عندكم الصوار عراش ما تصفتوهم شيء لهذه المؤسسات وتسقطوا عليه الجنسية ديالو اللجوء السياسي ديالو إلا واحد إنسان كي يجي تحداكم في عقر في عقر داريكم هذه رأي حرب حرب ما يكتب لها الحرب إنسان كي يجيب تسلاح تسقيل شتي ما انتم مسلمين ما انتم نصرى ما انتم ياهود ما انتم حتى شيء على أخسرتهم تخرجوا حتى ضغط العالمين ما غدتربحوش لأنكم قدروا حرب ما عفتوش من هو العدو والعدو ورق يطبق عليكم غير النظرية اللي اعطوها باني صحيون باقي ما عفتوش ما عمكت سارعو إذن نفهم ديال الوطنية رح تبدل ورح قل لكم ثلاثة الأجيال احنا غنبدلوكم وغنغيروكم ورح تشيء اللي كيديرو واي ملاكي ملاكي تحمل المسؤولية هذا ملاكيين هذه مسؤولية ملاكische مش متاع من الحيد ملاكي الجمهوري ملاكي السكيري ملاكي شو الملكيين اللي قاريين هنتم مقاريين هاتم مقاريين رهنان مؤديلة إلا ما قد عرفوش أنا كنقول كيفاش كتقرأ واحد نص قانوني ولا سياسي ولا سياسي وغاتفهموه ومساعد قدامكم ومحسان دخلوه خارجي شكور يدخلو شكور يدخلو تحفرها عبرة على لا شيء في أمريكان على لا شيء واحد جوش لا تغي يمشي للسجن ولعاب عليكم عشرة أنا ربحانا قلت واحد كابوران كابران خرج في القشلة كي وصلت طوارد في القشلة وخرج ودير عليكم جين وقداموا البرلمان وقداموا البرلمان وقداموا الوقفة ديالكم ريادك رأى القديرة صعيبة أرى لعبولكم على العقلية جابوكم مع ثلاثة ديال زماحات ثلاثة متع الميتليين بكلف عائد حسن تاني كان محابي ديال الدولة في البلد والسبرينيونية راديما كيلجئوا الاجنابي اليوم جابوه ولد القبيلية والقبيل وجابوه جهراج هو المحامي جابوه جمح بمعنى هذي كنت تقول لكم حزب المغاربة الجدود هذي سيكون سيغادي كيكبت واحد كيكبت واحد بحل قاعد المياه قطع في البحر قاعد المياه قطع في البحر سيدورة مرائب قودة بالموش يتحركوا و يغرقوا فيكم هذي اللي كتخرج قاعدك الحزب المغاربة الجدود بمعنى الجماحات و الجماحات البنات اللي فهموا البرتية هذي شئ هذي هنا في الغادي بكم إذن العهد الجديد و دينا الحسن تاليت خصيه أولي جيل متع الجماحات و متع البنيوتات و متع و متع أي واحد ما عنده شرف ما عنده كرامة ما عنده نخوة لماذا؟ كيف يحكمهم؟ لم يكن لديهم جراء لم يكن لديهم شجاعة لم يكن لديهم تكوين لم يكن لديهم حتى شيئا إذا كنت يجلبون الناس لم يكن لديهم حتى شيئا حتى حجم تحكمتها حجم العدم يحكم العدم هل أشياء تغيبون مع الجيل؟ نحن لم يكن لديهم معنا الحسن الثاني رعيب يعيب يقلبون لكم الأمور رأى ماذا ينصلون في العودة التي تناقشوا المنظومة التعليمية التي تدربتها وكيف يقولون في المدراسة الصغير كريم هبتي السروال في الوقت الذي يصلحوا بالمناير المشتفىاته وكيف يبيعوها وكيف تدرب المنظومة التعليمية إذا يدعون شيئا ممكن أن يفسد وكيف يفسد وكيف يفسد وكيف تصفق عليه ولا يكون باك أرى إذا قادك شيئا قرروا كومة رأى غلط ما كان شيئا مثال جنات حتى الأمهات كانت ممك عاهرة أقول لها ستجلس وانتظر بربك مع الحياة كان ببك إنسان فاسخ ستتور عليه ستقول لكم أبسخوط الوالدين لا رأى كالوالدين اللي مسخوطين ولادهم كل أباء مسخوطين ولادهم وهذا الملك مسخوط دير الشعب رأى ما يمكن لكم تتكلموا على جبهة داخلية رأى ما غا تكونش رأى أي واحد أي واحد خدم هذا النظام هذا سيمشي الدمار والفناء والأبناء سيتشرده وارجعونه في خير شطر العروبي اللي تزاد في الحبز دريس البصري ٢١ عام واجير الدولة كان كيس حمليه وش هو الملك وغيرتها لولاده وشتو النقيب أنا في السجن الآلة مكتر حمشوا الحلوفة قد قصي ولادها وغا تقصي كمتنتهم أنا ما كيلا مجتمع مدني لا مجتمع إنساني كين غير القوة اللي قال ذاك الشرح قالك لبوفوار غيت لبوفوار السلطة تحدده من السلطة وتحددوا منها وتقطعها 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 وتقطزموا الأضافر ديالها إذا ما خرجتوش العنياب ديالكم والمعرفة ديالكم من المساطين القانونية والدستور وتقولون نحن نعلم مشات البلاد خرجتوه النظام ما راضيش عليها أردت لها واحد دراسة انتروبولوجية سياسية ما راضيش عليها وقد تعديوا التمن عليها ما راضيش عليكم راضيش عليكم تحبزون لهم الزوامل وهم غاديوا بالمجتمع ولا غير مجتمع ديال الزوامل تقنصوا سأدخلوا لكم تؤهم كيف تخلصوا دراعب ورقصة تعرف بلي قانون الدراعب كنا الحق في المراجعة يدوك مراجعة متع الدراعب لغيفيزون دي زامبو متع الطاكس خمس سنينة يرجع لك خمس سنين لقوا شي حاجة أنا أجيب لي أي واحد يخلص دراعب سنقبطها سنلقى كان واحد ترعب ما عارفش شي حاجة في القانون المسكين نقولي القانون لا يحمل المغفرين لا أحد يقدروا بيجهل هل هي ها سنقبطها إلا ما عارفتوش وما فهمتوش بلي النظام عادوم للشعب إلا ما فهمتوش هذي راسروا ترجعوا و تقرأوا ترجعوا و تقرأوا أي واحد يدفع عن النظام كان كبير و لا صغير بأي طريقة و أبي أخرى أي إيمام في المسجد تقول الله مغفر الله و لا تنصر الله منصره و لا تنصر عليه لا معيده و اجعله و كذلك و حفده و عينه و تتتة و قرنة عي هذي الإيمام هذا أغتله به الأيام هذي رجريم ضد الإنسانية إنه قدمه مئة واحد ها هذي رجري الإنسانية هذي أي إيمام مشيت معكم بعيد أي واحد كي يصلي و تقول جلالة الملك هذا إنسان خائم و الصلاة بتاعك ركت ضرب حياتك و قترجعه ما مقبولش منك إنه من لم تنهاه صلاته و الفحشاء و المنقر فصرته باطلة باطلة إليك تعيد واحد الإنسان ظالم، مستبيت، جاعر اخذ الأموال دي أنه أعطان الآخرين وقع الزنزال في المغرب الناس أعطوا أموال طائلة مرسلات شايل هذي الناس قلوا لي حاجة واحدة فروب عقار درها محمد السادس ولو ولا البقاء يكون ولو بمناحة نتو بغا تلوف خبر ولو نتو بغا دي العدم إذن، أنا أعطكم أحد مثال خرج الأخ نقاش صاحب قناة نقاش بدر بواحد الموضوع على هذا البحري البحري نقاش نعود ثاني بدرها أكملها في سبيطار الحمق فمتاع الأمراض الحمق ومتاع الأمراض العقلية هذا مقعت لي دي بريسيون إنه سيقول كيفاش وأنك تتكلم مع الصورة وأنا هذي من البلد وتتصور مع الملوك والأمراض حتى سبيطار بن ياسين السلا قلناها لكم وعودناها لكم الحلفة ستقصي أولادها إذا لم تفهمتوش بلي العدو همان شماية الجهل دي لكم وعدم المعرفة دي لكم دي من هو الخصم سيجعلكم فقاراء وضعافاء ستقصروا الكمبا دي لكم هذا السراع دي لكم ستقصروا في السراع تتعيوا ستدخلوا إنه مشاقق تتخذ سبيطار الحقوق وهذا كلمية اللي ستعود ويعود ويرجع وما يوقع وانوا في الدنيا أرى بسمو حامي جمح بنقومح وجابوا بفلوسكم بجابوا والطيارات على حسابكم والذهب اللي تشللي على حسابكم أنا بغيتكم غير تشرحوا لي واحد المعادلة أنتم من اللي قريتوا الملكيين كيف يؤقل؟ الجزائرين لا يستطيع أن أعطونا الجنز لا يستطيع أن أعطونا المالية لديهم كثير غير شيء وعندهم الدجرة حلوة لا يستطيع أن أعطونا وشدوا علينا لأننا لا نصحبوش معكم وكيف هش الزمن دي لهم داخل البلد؟ إذا الخير تديرهم ما تجيني شيء لماذا الخرايا دي لهم تجي عندي؟ شرحوا لي معادلة الشيني كواسيون شرحوا لي لماذا؟ والشعب مغربي لماذا؟ لماذا؟ لا يستطيع أن يكون المسكين لوجهه طالب يريد أن يشارك كتابة ويخلص كرة ويدخلوا ينفع الوطن ينفعكم أنتم المغربة لماذا؟ صاحب قناتها قرعة تيري لماذا؟ 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 إذا كنت لكم هذا قلمون را قلمون را موجود وكي عود غير الفيديوات دي لآخرين وفي توركيا؟ سيأتي وغيردهم من توركيا سيأتي بذكاء مغربي وقد سيأتي لدكاء جابوا أجنبي كي يضربوا بها المحامين يرى عيب عيب إذا لم يضرب يعسف على الملكين وأضعوا ما هو على المرابط بزكريا المومني وحاجب. بس ماشي. انا دموشي صحابي. يا ربي ماشي ورجع النام. ولكن انت موشي مغريبي. خلني شي مغريبي ديرها. علاش كاد هات القادة كي تصنطليه ولا الماليك ولا شكول كي تصنطليه. انا كيشي حويش ما كيدخروش للدماغ. انا هاتشي بزاف على الفاسد. بزاف على التكلاخ. انا وخا قاعد تصربوشي حاجة في الماء. رنات تصربوه ذك موشي الماء هي هذاك. تصربوه ذك السم. ولكنا خرجوه العباء او او اهدروا تكلمو. اشتوهم ولا تصعبا قراش. خرجوه قلوله كيتم ماشي حاجة. را الناس مات. ماتوا الهي والهي والهي. تنتم ما كتموتوا. بواحد السم. لهي اديولوجيا. ارا ما دمتوك تلمعوا الصورة متاع المال لكل مولوك دفعوا الحقوق ديلكم بلا ما تقولوا كينا مؤسسات. ما دفعوا لحق ديلك. انا حقي ضايع هدك خينة علش بغي ناجه. ما تقولش ارا الحموشي كيدير. الرا الحموشي اللي جابوه. حموشي اللي جابوه. غا نطرح لكم السؤال. علش كي يجيبو الجزائريين. واش كين? شو واحد جزائري مستشار متاع الهيم والمالك. واش مرات الحموشي جزائريا. كين تمشي حاجة. را الناس غير يمشيوا للسجن. في طرق. واحد شير ديما ديال الجزائريين كيف سدوا في المغرب. را انا انا كبرت باللي البلد عدو ديالي. انا هدي كبرت. كبرت حتى روض العاصمة. كنشوف هم الاعداء ديالي. بدا وبدو كيدربوا في الكوراه حياتهم كاملة. اللي كيدرب في الكوراه را مخبفت تيران. موشي عدو. كي هرس في رجليه ولفا. ولكن الملكي راها. الملكي راها خائنة. ادي را خيانة راها واضحة للعيان. اذا راح حيدوا منكم الوطنية ونزعوها منكم. مراكم شونس قاعد اللي خرجوا. ودبا مغرب الجديد. حزب المغرب الجدود. الاسرة الجديدة. المدونة الجديدة. الشاب الجديد. هو والدك اللي غادي وستر والطيحني على الترمادية له. لابس بردي لو ما عقدها شاي. ما غاسن شاي. ما غاسن شاي. ما غاسن شاي. كي ردكم ولو. كل من سافر. هل هي السياسة دينهم؟ إذن البديل وهو الحكومة المؤقتة على المغربية مع علي والعكاري. بشر ردون لكم. الشهامة والكرامة والعزة والنخوة اللي كانت فيه متسعديين ومن قبل. لأن مع قدوم العلويين. ارا احكموا لكم غير العبيد. اسماعيل العلوي. جاب الأفريقاء. اشتوا بقو محمد. بحمد. كان غير عبد والعبيد والعبيد والعبيد. هما يقلبون لكم. لأمور. واليوم مشاو. جابوا لكم زماحات. غدا. غادي دولو لكم العاصمة للزماحات. هي بلاد المغرب. ما تخرش. وتبكي. لا. انتم ما كتحملوا لمسؤولية. اي واحد. مغريبي عايش في المغرب. وعنده الأسرة ديالو راهم مسؤول. ها وشو ما اشتوها. اشتركوا لكم العاشرة. اذا تحية نيضانية. وشكرا. والدرس القديم سيكون على ثلاثة رهوط. ثلاثة طرحطين. ثلاثة طرحطين. يفسدون في امارة المؤمنين. وبموافقته. اذا تحية. وما تنسوا شي تشاركوا في القناة. وتشاركوا مع أخوتكم وأخوتاتكم.